انا عزود حرادكم خبرين مهمين جداً اول خبر انه في قرار باقاف ال يو ديانج لعب النادي الاهلي ست شهور بسبب مستحقات لي وكيل اللاعب وكيل ال يو ديانج اللاعب ما سددهاش لي الوكيل المستحقات دي كام؟ 250 الف دولار الخبر который يبقى ده الخبر اللي زاعل جمهور النادي الاهلي الخبر اللي يبسل بقى جمهور النادي الاهلي انه بكرة النادي الاهلي هو ديانج هيكونوا بيسددوا الرقم ده والإقافة هيترفع على أليو جينج دي المعلومات اللي جات لها دلوقتي بأخذ بالك المعلومات اللي جات لدي وإحنا مع حضراتكم دلوقتي بكرة ممكن يبقى فيه أبديت ممكن يبقى فيه تحديثات نقولها مع بعض بكرة بس ده الوضع بالنسبة لخبر أليو جينج لاعب وسط النادي الأهلي